الكمون هو نبتة معروفة بفوائدها منذ العصور القديمة فغالبا ما كان الرومان يستخدمونه لما له من خصائص علاجية جمة ويستخدم الكمون اليوم أيضا لتتبيل الأطباق وإعطائها النكهة الخاصة وله العديد من الفوائد فهو مضاد للتشنج محفز للهضم مضاد للالتهاب يكافح الإمساك والانتفاخ أيضا الهضم البطيء مما يساعد على الهضم التشنجات المعوية يقوم بنقص الشهية أيضا يفيد في ألم المعدة ويفيد في الأرق وعدم النوم خصوصا بالليل إذا كنت تعاني أو تعانين من أحد هذه المشاكل حضري منقوع باستخدام ملعقة كبيرة من مسحوق الكمون أو ظهور الكمون وتركيها منقوع لمدة عشر دقائق ثم تناوليها على الريق بما يعني كأول شيء يدخل إلى جسمك بعد الاستيقاد من النوم علاوة على ذلك الكمون له خصائص مضادة للأكسدة قوية فهو غني بالعديد من المضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من العديد من الأمراض خاصة السرطان وقد أثبت علميا أن الكمون الأسود يحبط تطور الخلايا السرطانية أما بالنسبة لفوائده على التخصيص فهو يساعد على حماية الجسم من تراكم الدهون التي تؤدي إلى السمنة وزيادة الوزن له قدرة فعالة جدا في حرق الدهون الجسم وخصوصا دهون الكرش والأرضاف يعمل على رفع نسبة زيادة حرارة الجسم أي التمثيل الغدائي الضروري لحرق الدهون وإنقاص الوزن يساعد على تحسين عملية الهضم بصورة جيدة يقلل من نسبة الكوليستيرول الموجودة في الجسم أما عن فوائده العامة فهو يعمل على تنقية الكبد من السموم كما أنه يقي الكبد من بعض الأمراض التي قد تصيبه مثل السرطان كما قلت وذكرت سابقا وأيضا يعتبر الكمون طارد للبلغم والسعال ومعالج فعال الالتهابات الحلق الجيوب الأنفية والالتهاب الرئوي أيضا يعالج مشاكل الأمعاء والغازات لدى الأطفال ولدى الكبار أيضا ويستعمل الأطفال الذي يتجاوز عمرهم عني الستة أشهر يخلص البشرة من الشوائب والسموم ويمنحها النظارة والحيوية كما أنه معالج قوي لحب الشباب لأنه ينقل بشرة من البكتيريا والفطريات يعمل على تحسين نسبة السكر في الدم مما يجعله مفيد لمرضى السكر خصوصا مرضى السكر من النوع الأول يعالج مشاكل والتهابات الفم ويطهره يعطي للجسم الطاقة اللازمة لأنه غني بالعناصر المهمة مقوي عام لجهاز المناعة يساعد على حماية الجسم من نزلات البرد والإنفلونزا أيضا يعالج الأنيميا لأنه يحتوي على الحديد إذن بعدما سمعت وتعرفت على جميع هذه النصائح وهذه الفوائد للكمون هل لازلت لا تريد تناوله بعد اليوم؟ أنا أؤكد لك أنك سوف تشتريه من الآن وسوف تبدأ بتناوله يوميا على الريق ملعقة واحدة فقط في اليوم على الريق كفيلة لأن تعالج جميع مساكلك وزميع أمراضك إذن إلى اللقاء مع فيديو جديد وفوائد جديدة إنساء الله